بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السابع من الفصل الخامس لمكرر هندسة البرمجيات في الجزء له يا جماعة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن موضوع اسمه Structural Model أو النمازج التركبية الهيكلية بنقول يا جماعة Structural Model يعني إيه؟ يعني هو نمازج بس بتعبر عن إيه بقى يا جماعة؟ بتعبر عن المكونات الداخلية للنظام والعلاقات ما بينهم معايا؟ يبقى إذن هذه النمازج بتعبر عن إيه؟ المكونات الداخلية للنظام والعلاقات اللي ما بينهم فيما يسمى بتوصيف أو توصيف محدد لهيكل النظام الـ Structural بتاع النظام عشان كده سموها Structural Models يبقى أقول مع بعض Structural Models of Software Display the Organization of the System In terms of components that make up the system and zero relationships أو بتوصيف للمكونات وعلاقتها مع بعضها وتفاعلاتها مع بعض خليوا بالكو بقى ممكن تكون هذه النمازج Static أو Dynamic وإحنا عرفين الفرق ما بين الاتنين تعرف انت الفرق ما بين كمية Static و Dynamic؟ مظبوط Static يعني نمازج ثابتة و Dynamic معناها نمازج إيه؟ متحركة إذن الـ Structural Models ممكن تكون Static Models وفي الحالة ديت بنوصف وفي الحالة ديت بنقاس تنظيم التفاعل ما بين المكونات أثناء تنفيذها هقول ثاني في الـ Dynamic Models بنقاس تنظيم مكونات النظام أثناء عملية التنفيذ بتتنفيذها مع بعض بتفعلها مع بعض إزاي؟ نقول مع بعض The Organization of the System وهو إن إتلز إكسيكيوتينج طيب يبقى إحنا من الكلام اللي إحنا قلناها دوت واضح إن إحنا بنعمل لـ Structural Models ده إمتى؟ أثناء عملية إيه؟ تحديد المواصفات ولا الـ Requirements ولا إيه؟ لا فأثناء أكيد الدزاين لما نيجي نعمل دزاين للـ System وهيكل النظام من كلمة Structure لما نيجي نعمل تنظيم وهيكل اللي إيه؟ اللي إيه للنظام؟ بنلجأ لمين؟ للـ Structure Model علشان نعرف المكونات هيبقى شكلها عاملت إزاي؟ صفاتها عاملت إزاي؟ نقول مع بعض You create structure models of the system when you are discussing لما بتيجي نتكلم على مين يا جماعة؟ and designing أيوة لما بنيجي نتكلم إيه؟ عن النظام من ناحية التصميم كمان؟ وإيه؟ على مين للـ System Architecture لهيكل اللي عامل النظام؟ جميل يبقى إذا نقول تاني نلخص الكلام نقول الـ Structure Models يعني إيه؟ نمازك بتعبر عن مكونات النظام وإيه؟ والعلاقات اللي ما بينها وممكن تكون حاجة من الاتنين لإما Static Models لإما إيه؟ Dynamic Models وهي بتوصف الـ Design تصميم النظام وإيه؟ لإيه؟ للـ System اللي إنت بتبنيه وبيبقى بيديك رؤية شاملة للـ Architecture اللي عامل النظام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا